السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنواصل حديثنا على اتجاه السوق كذلك سنناقش في بعض العملة التي طرحت لي في آخر حلقة أبرز عملة عملة الفيرا سيتي كذلك عملة جاسمي كوين السؤال التي طرح لي كثيرا هل العملة ستواصل انخفاضها هل المشروع فعلا جيد أم مشروع فاشل لأن العملة نراها فقط في مصار تنازلي كذلك أسئلة كثيرة على عملة الريف التي نرى فيها إيجابية خلال هذه الأيام كذلك سنتحدث على التيتا والتيتافيول وعملة الانترنت كومبيوتر أول شيء سنتحدث على اتجاه السوق نرى البيتكوين الباريحة كان انخفاض تقريبا لـ 18800 دولار ولحظت ملاحظة والناس تريد أن تشري خلال هذه المرحلة الناس ليس لديها صبر الكل يريد عملات يستشمر فيهم حاليا ظنا منهم أن السوق هذا هو آخر نزول السوق في قائل فبالنسبة للتجربة التي عشناها في مجال العملات الرقمية فالسوق لا زال سينخفض أكثر وسيدخل في مرحلة اليأس مرحلة البؤس مرحلة الركود ضروري سنمر من هذه الفترة فعندما الآن نرى العملات الرقمية لا زالت بها حركة مثلا العملات نرى صعود 20% انخفاض 10% صعود 30% انخفاض 25% يعني لا زالت هناك حركة حركة بيع حركة تصريف من صناع السوق لا زالنا لم ندخل في اليأس لم ندخل في مرحلة الأكيميليشن هذه أفضل مرحلة لكل شخص يشاري فيها فأغلبية الناس الآن يريدون الشراء يريدون عملات لكي يستشمروا فيها في هذه الآوينة فنصيحتي لكم مثلا كمثال عملة الأفالانش أو عملة مثلا بوليغون حاليا إذا استشمرت فيها كمثال 10 ألف دولار أو 100 ألف دولار كمثال ستعطيك نقول 200 ألف مثلا وحدة عملة بوليغون ممكن إذا صبرت وانتظرت مرحلة الركود تستشاري مثلا 200 ألف وحدة عملة بوليغون ب10 ألف دولار أو 12 ألف دولار فقط يعني لا تطيع عليك كل هذه الأرباح وهذا كنا نقوله كثيرا حتى عندما كنا في قمة السوق فنحن في ذلك الكلام الذي قلناه وصلنا على السوق دائما عندما يرون أن لا زال هناك الكثير من الناس مستشمرين الكثير من الناس لا زالوا في المجال فلن يعطوا الإيجابية للسوق سيخفضه أكثر حتى يبيع الكل ويخرج الكل يعني لن يخرج مثلا كل المستشمرين بشكل كامل ولكن 70% منهم 75% سيخرج وسيتبقى فقط 20-25% أن صناع السوق ضروري أن يعطوا لبعض الناس أرباح ضروري أن يربحوا مستشمرين لكي يبقى المجال ويجلبوا مستشمرين آخرين جدد فلو نرى حتى المشاهدات على القناة عندما كان البيتكون في قمة 65-69 ألف دولار كانت المشاهدات 30 ألف أربعين ألف خمسين ألف مشاهدة أن كانت ترويج كبير لصناع السوق لهذا المجال نرى شخصية معروفة ممتلين الغرض من ذلك الترويج لكي يبيعوا على الناس لكي تخلي الناس تشريف القمة وهنا في هذه الفترة سنبدأ برؤية أخبار سيلبية وسنرى أخبار سيلبية أكتر أكتر بكثير وسنرى دول تمنع العملات الرقمية مثلما كان حصل سنة 2018 الصين منعت الهند منعت ترامب قالها بشكل مباشر أن العملات سكام فأفضل شيء هو عدم التسرع خلال هذه المرحلة والاشتغال على المدى القصير سكالبي سنتحدث على عملة جاسمي كوين وعملة الفيرا سيتي التي طرحت لي كثيرا في آخر حلقة فلو نتحدث على عملة الجاسمي العملة الجاسمي أول شيء يجب عليك أن تفرق بين قوة المشروع والسعر المناسب للشراء مثلا عملة جاسمي كوين أتت من أسعار تقريبا 1 دولار وهي في مصار تنازل عملة جاسمي ظهرت بسعر مرتفع مثل ما ظهرت عملة الانترنت كمبيوتر وعملات عديدة كانت ظهرت في الأصل بأسعار مرتفعة فعادي أن يتم التصريف من فريق العملة وهناك الكثير من الناس الأجانب عالقين فيها في أسعار 20 سنت 30 سنت أشطر واحد اشتراها في العشرة سنت حكينا على العملة عندما كان سئرها تقريبا 0-0-8 تحدثنا على قوة المشروع وعلى أن مشروعها قوي وجيد ولازال كل هذه الأمور لازالت موجودة فريق قوي هو كله من فريق سوني مشروع له مستقبل كبير مشروع جيد وتاني شيء كنا قد تحدثنا عليه هو أن ما يروش من العملة هو ليس 10% ليس 4.7 مليار بل ما يروش تقريبا حوالي 32 مليار عندما سألت فريق العملة قالوا أن ما يروش 32 مليار وأن فريق العملة يبيع وكان يبيع بشكل دائم خلال هذه المراحل لتمويل المشروع فعملة جاسمي كوين من العملات التي كنت اشتريتها للتداول على المدى القصير وانخفضت وتركتها ولم أشتري برأس مالي اشتريت تقريبا بـ 5% من رأس مالي هناك من كل شخص وكم يشتغل برأس مالي لهذا دائما لا تستشمر في عملة بكل رأس مالك لكي لا تبقى تنتظرها هي الوحي هناك من يفعل العكس عندما تتحدث وتقول له مثلا استشمر فقط برصيد 10% 5% 6% 15% هو يستشمر بكل رأس مال ويريد كمية كبيرة ويريد الربح السريع فالربح السريع يتجه بك الى الخسارة السريع جاسمي كوين تركتها لم أبيعها ولا أفكر في بيعها لأن مشروعها قوي وعندما ستظهر لي ستنخفض أكثر كثير من الأسعاد سأزيد فيها وخليها للمدى البعيد هي أصلا منخفضة فلما سأبيع جاسمي كوين وليس هناك شيء يخوف على المشروع أو مشروع اسكان فكل العملات الآن سولانا كانت في أسعار 260 دولار حاليا سعرها تقريبا 30 دولار وسولانا اشترت هالناس بكل رأس مالهم كانت فونطون بوليغون كل هذه العملات يعني أفضل شيء هو عدم الاشتغال برأس المال كله وشيء ثاني بعض الإخوة يسألونني على بعض العملات التي أصلا تحددت عليها في الفيديو مثلا على عملات ايموتوبال ايكس تحددت عليها تقريبا قبل هذا الفيديو ووجدت بعض الأشخاص يسألونني على عملات ايموتوبال ايكس في التعليقات فأنت في الأصل لم تشاهد الفيديو وتسأل مرة أخرى فهل ليس لديك وقت لكي تشاهد فيديو 12 دقيقة أو 14 دقيقة في كل العملات أو نحن لا نختار عملة واحدة بل نتحدث على 4 أو 5 عملات لأنت في الأصل مستشمرة أنت ستضع مالك كيف أنت ستضع مالك في عملة وأنت لا تعرف عليها أي شيء ستستشمر بها انطلاقا من رمز أو انطلاقا من صورة على فيديو معين فهذا أكبر خطأ طب بالنسبة لعملة جاسمي كوين مشروعها جيد مشروع قوي لها مستقبل كبير بالنسبة للناس اللي كانوا اشتروها في أسعار السفر السفران 6 السفر سفران 8 فأخليها من الأفضل خصوصا إذا كنت مستشمر بها جزء بسيط من رأس المال وهذا اللي حكينا عليه دائما فمشروع جاسمي كوين مشروع جيد وله مستقبل كبير بخصوص عملة الفيرا سيتي التي طرحت لي كثيرا في آخر حلقة المشروع أولا كان ماك سبلاي تقريبا حوالي 20 مليار فزادوا من الماك سبلاي 90 مليار زادوا كمية كبيرة أول شيء نتحدث على الأسعار سئر والحالي سفر سفران 3 قيمتها السوقية تقريبا 40 مليون دولار الفوليوم اليومي السيولة اليومية 8.5 مليون دولار ما يروج من العملة يشكلها 9% يعني زادوا 90 مليار أصبح الماك سبلاي هو 110 مليار وما يروج 10% موجودة نرى المنصات الموجودة عليها عملة الفيراسيتي موجودة على منصة كيك كوين وباقي المنصات الأخرى غير موجودة على بايننس أو كوين بيس برو اكتشنج لو نتحدث أولا على مشروع العملة ثم نتحدث على التسعين مليار التي تم إدراجها من فريق العملة العملة تشغل الانف تي تشغل في مجال الألعاب ولكن هدفها الأساسي هو أن تعطينا منصة لستريم كمثال مثل منصة التويتش التي يتم عمل بات مباشر لللاعبين الذين يلعبون اللعاب المعروفة مثلا أنا كمثال عندي مثلا بلاي ستيشن أو حاسوب يعني جيمر ألعب ألعاب ضروري أشاهد بعض الناس اللي مثلا تقوم بتجاوز بعض المهام التي وجدت فيها مشاكل أو أشاهد مثلا لعبة معينة لم أشريها بعد لكي أرى الجيم بلاي وأرى بعض الأمور أو أرى اللاعبين يلعبون بشكل مباشر هناك منصات عديدة هناك تويتش هناك نيمو ولكن أبرز منصة وأكبر منصة هي منصة تويتش ولكن هذه المنصة المشاهدين يدفعون مثلا ويحفزون ويدعمون الأشخاص اللي يعملون ستريم على المنصة هنا المشاهد لا يربح أي شيء ستقط يشاهد الناس تلعب فمشروع الفيراسيتي أتى لكي يعطينا منصة بالنظام البروف أوف فيو يعني أنت تشاهد الناس تلعب أنت تربح وذلك ستريمر كذلك هو يربح ويريدون أن يجعل عملة الفيراسيتي هي عملة يتم استخدامها في المنصة الخاصة به على ذكر الموضوع التسعين مليار التي تم إضافتها كما قال فريق العملة أضافوها للمنصة الخاصة به هذه العملة ستكون فقط هذه التسعين مليار ستستعمل فقط على المنصة منصة ستريمي لن تستعمل مثلا ولن يتم بيعها على المنصات المركزية أو اللامركزية هذا فقط من فريق العملة نحن لا نقول شيء من عندنا ما يفسرونه هم على موضوع التسعين مليار ولكن بالنسبة لتسعين مليار لما لم مثلا تجعل العشر ملاير المتبقية وتضعوها في الموقع أو ما يروج من العملة أو تدخلون وتقومون بشراء عملتكم وتستخدمونها فزادوا كمية كبيرة لو نقول إذا زادوا مليار أو مليارين أو عشر ملاير أنتم زدتم تسعين مليار وهذا سلبي بخصوص المشروع وهذا سيؤثر على سعر العملة ولو يقولون أن العملة ستبقى فقط داخل المنصة بالنسبة هذا سيؤثر على مشروع العملة فمن يضمن لنا أن فعلا ستبقى تسعين بالمليار موجودة فقط في المنصة وتسعين مليار لا يمكن أن تستخدم مثلا عندما سيتم طرح متجاتهم ستستخدم تسعين مليار كلها في أستريمي فبالنسبة للمشروع العملة هو مشروع جيد مشروع محترم تقييمي لهذا المشروع أعطيها تقريبا سبعة ونصف على عشرة مشروع محترم مشروع الفراسي تي بالنسبة للأسعار عندما أقول يجب أن تفرق بين عندما أقول مشروع جيد مشروع محترم وبينها الجيدة للاستشمار حاليا فبالنسبة لي كل العملات لي أتحدث عليها في القناة خلال تقريبا هذه السنة كل هذه السنة التي مرت غير صالحة للشراء حاليا غير صالحة للتخزين على المدى البعيد ولذلك ستنخفض أكتر من الأسعار التي نراها فيها حاليا لذلك أكون صبورا وهذه المرحلة مرحلة سكاربين مرحلة تداوي على مدى القسير ومرحلة غير جيدة بتاتا للتخزين على المدى البعيد ودائما أفضل مثال بالنسبة للمشابعين هو مثال Avalanche هو سيكون أفضل مثال يعني كل قال اشتري ستذهب ستطير بدأ الناس بشرائها في العشرين دولار خمسة وعشرين دولار تمانية عشرين دولار تلاتين دولار هناك من اشترف تلاتة وثلاتين دولار هذه العملة في خمسة عشر دولار ولا زلت ولا زلت يعني محتفظ بالهدف تحت العشر دولار الأفيرانج وهناك تحديثات دائما هناك تحديثات في القناة بالنسبة لموضوع عملة الريف التي أرى بها إيجابية خلال هذه الأيام سبب وراء ارتفاع الريف هو العملة منذ فترة طويلة لم يرفعها يعني أخذت مصار تنازلي ولكن بسبب فريق العملة فريق العملة يقوم ببيع التوكن الخاص بهم عملتهم بشكل كبير فوصلوا الآن عشرين مليار ما تم بيعها في السوق ومشروع الريف هو أول مشروع ديفاي لبول كادوت هو مشروع الريف ولكن العملة تراجعت بشكل كبير حدث لهم بعض المشاكل ولكن فريق العملة يصرف عملتهم بشكل كبير مثال انترنت كمبيوتر هو من بين المشاريع القوية لتشتغل ويب تري تشتغل لنا بلوك تين مشروعها مشروع جيد ولكن العملة ظهرت بأسعار مرتفعة 2000 دولار وأخذت مصار تنازل وسرت الخمسة دولار وهذا راجع لفريق العملة يقوم بتصريف عملتهم وهذا أمر عادي يعني دائما نفرق بين قوة المشروع وهل الوضع مناسب للشراء حاليا والتخزين كان لأنك في الأصل أنت مستشمر فبخصوص عملة التي تحدثت عليها خلال هذه الحلقة مشروعها مشروع جيد بالنسبة كذلك لمشروع التيطة هناك التيطة والتيطة فيول التيطة من العملات القوية في مجال الميديا وعندهم شراكات كبيرة أبرد شراكاتهم مع جوجل شراكة مع سوني شراكة مع بايننس فمشروع التيطة نيتورك من العملات القوية سنحاول أفضل أن نضع عليها حلقة خاصة لأن لا نريد الإطالة في هذه الحلقة فالفكرة من هذا المشروع أتى ليس مثل المشروع الفراسيتي لكي ينافس تويتش وينافس نيمو والمنصات المركزية لمشروع التيطة نيتورك أتى لكي يعطي لمثلا المنصات مثل يوتيوب مثل تويتش مثل نيمو كل المنصات الخاصة التي فيها فيديوهات تعطي لهم أرضية جيدة أفضل من المركزية باقتطاعات قليلة بمساحة كبيرة بأمان عالي سأحاول أن نعمل حلقة كاملة على مشروع التيطة نيتورك من المشاريع الجيدة ومشروعها محترم كذلك العلاقة التيطة والتيطة فيول التيطة فيول مثل الغاز الخاص بالتيطة عملة المكافآت الخاصة بالتيطة نيتورك هذه التيطة فيول يتم عمل تجربة لبعض الأشياء التي مثلا مثل كوزاما مع البولكا دوت مثل مثلا في الريورد مثل الأكسي مع سمود لوف فسننهي حلقتنا لليوم بالنسبة لنظرتي على السوق لا زال سينخفض أكثر بكثير من الأسعار التي نرى فيها حاليا لا تبخلوا علينا بلايكاتكم ما لدي أي عملة فليطرحها لنا في التعليقات بخصوص عملة جاسمي كوين مشروعها مشروع جيد مشروع محترم أعطيها 8 على 10 لعملة جاسمي كوين بالنسبة للناس للشروع 10% من رأس المال 25% من رأس المال أسعار 008 أو 009 خليها في الأصل منخفضة ومشروعها مشروع جيد حتى لا تخفضت أكثر رح نزيد فيها عملة جاسمي كوين سننهي الحلقة هنا دمتوا في العيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا